اهلا بكم والنهاردة هنتكلم عن ازاي نعمل البحث وازاي نقدمه واول حاجة عايزك تعرفها ان كل الطلاب نجحين باذن الله طيب ايه بقى لازمتها البحث اقولك الوزارة قالت بسبب الظروف اللي احنا فيها وان الدراسة كده كده اتعطلت يلا بقى نبدأ نعلم ولادنا طريقة جديدة يقدروا بيها يعتمدوا على نفسهم ويقدروا يدوروا على المعلومات ويوصلوا بعد كده النتائج كويس طيب انا هقدم بحث لكل المواد اقولوا لا هتقدم بحث واحد طيب انا هعرف البحث اللي هقدمه ازاي يوم الخميس تسعة اربعة هينزل لكل مرحلة دراسية خمس موضوعات بحث انت برحتك تختار اي موضوع فيهم وتقدمه بس كده طيب السؤال هنا انا هعمله ازاي اقوله برضو يوم الخميس اللي هو تسعة اربعة هينزل مع موضوعات البحث الطريقة اللي هنعمل بيها البحث اللي هو اسمه هيكل المشروع يعني الطريقة اللي هنعمل بيها البحث او المشروع مثلا أول حاجة عنوان البحث تاني حاجة كنا بنكتب الأسماء أقول له لا ده احنا نكتب بقى حاجة اسمها الأكواد أنا ليه كود كل طالب له كود هيجيبه ازاي أقول له بيخش بالرقم القومي بتاعه على الموقع وبينطلع الكود ونكتب الأكواد بعد كده نعمل مؤدمة البحث أو المشروع بعد كده نعمل العناصر بعد كده الموضوع بعد كده الملاحظات وبعد كده انت عملت البحث ده منين أقول له أنا عامله من كتاب المدرس يبقى دي اسمها المراجع طيب واحد تاني عمله من المكتبة الرقمية هيكتب المكتبة الرقمية طيب واحد تاني جابه من الانترنت من مواقع الانترنت هيكتب اسم المواقع اللي جاب منها المعلومات يبقى أنا كده عرفت الموضوعات بتاعتي عندنا خمس موضوعات لكل مرحلة خمس موضوعات انت بتخضر اللي انت عايزه وكمان كل المعلومات دي هنعرفها يوم الخميس تسعة اربعة طيب انا هعمل البحث الوحدي اقول له براحتك عايز تعمل البحث الوحدك ماشي عايز تبقوا اتنين برضو عادي بس ما يزيدش عن خمس طلاب كل خمس طلاب لو عايزين يعملوا مع بعض يعملوا حلو طيب ازاي هقدمه اقول له يوم الخميس تسعة اربعة الوزارة هتعرفنا ازاي نرفع الابحاث على المنصة طيب او لو مش عايز ترفعها اكتبوا بخط اليد وسلموا في المدرسة والمدرسة هي اللي هترفعها الكلام ده امتى بعد ما الوزارة تعلن عنه يوم الخميس تسعة اربعة طيب هو مدرس المده ليه دعوة بالبحث اقول لك ملوش دعوة بالبحث خالص لدرجة انه هو مش هيصحح حتى البحث طيب ايه دور بقى المعلم الفاصل اقول له دوره حاجة واحدة بس ارشاده يعني ممكن اتصل عليه واقول له انا بسأل حضرتك عن المعلومة كذا فيقول لي كذا معلومات بس لو انا عايزة لجأ له في حاجة وكده كده ابحاث هتتصحح على المنصة طيب السؤال هنا هو طالب في تلتة ابتدائي هيقدر يعمل البحث والحاجات اللي انت بتقول على هدية اقول لك يوم الخميس اللي هو تسعة اربعة هتنزل الموضوعات بسيطة جدا على كل مرحلة عمرية يعني مثلا طالب في تلتة ابتدائي موضوع البحث بتاعه هيب بسيط جدا مش زي طالب في تلتة عدادي الموضوع هيختلف فعلى حسب الفئة العمرية هيكون مشروع البحث طيب ما انا ممكن كولية امر اوقع طالب اخش على اي موقع بعد يوم الخميس هنلاقي جميع المواقع رفع جميع الابحاث عليه وجميع المكتبات بيتبيع الابحاث طب ما انا راح اشتري ورايح دماغي اقول له انت اللي خسران مش الوزار ليه الوزار قالت لك انت كده كده ناجح واحنا عايزين نعلمك حاجة جديدة الطالب اما يتعلم الطريقة البحثية او طريقة البحث عن المعلومات دي هتفيده في المستقبل وهو ده الهدف الهدف مش النجاح والسقوط انت كده كده ناجح الهدف ان ازاي نعلمك تدور على المعلومة وان شاء الله طريقة البحث بعد ما الوزارة تنزل موضوعات البحثية هننزل فيديو كل الطلاب ازاي بقى يقدروا يعملوا البحث بطريقتهم الخاصة وازاي يقدروا يسلموا في المدرسة او يرفعوه على المنصة الجديدة ان شاء الله تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحاتو